حتى ورقة التين سقطت لن نقول إن الحادثة عرى العرب مرة ثانية لا في الإدانة نجد العرب ولا في الابتهاج فإذا كان قرار بحجم تدنيس القدس لم يعني لهم هل ستحركهم إهانة إسرائيل التي هي نفسها تتحدث عن سابقة لم يعرفها الصراع منذ ستة وثلاثين عاما؟ الصمت في أحيان كثيرة مشاركة في الجرم والصمت في الفرح تواطئ مع الاستسلام كل المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع يوزعون الحلوى ابتهاجا يمثلون النبض الشعبي العربي الذي فقده النظام العربي الرسمي المتمثل بالجامعة العربية هكذا تمر في رزنامة العربي سابقة إسقاط درة التاجي في سلاح الجو الإسرائيلي فهل فعلا تشعر الأنظمة العربية أنها بمنأة عن أي حرب قد تشنها إسرائيل ضد سوريا أو لبنان مثلا؟ وحدهما العراق ولبنان أدانا ولكن ماذا عن بقية الدول العربية؟ أين الجامعة العربية الغائبة دائما وأبدا؟ بات من المسلم به تورط بعض الدول العربية في إذكاء الأزمة السورية سواء عبر التمويل أو التسليح ولكن عندما يقف لاعب عربي منهك وحيدا أمام عاصفة العدو وينجح في لجمها ألا يستدعي ذلك يقظة ما في ضمير هؤلاء؟ ألا يستحق بعض الحبر من الأمانة العامة للجامعة العربية لصياغة بيان باسم كل العرب يقول إنما بعد إسقاط الطائرة الإسرائيلية هو غير ما قبلها؟ كيف يمكن فهم الموقف العربي المتخاذلي مقابل استنفار سوريا ومن خلفها كل محور المقاومة لمواجهة طلائع حرب تحاول إسرائيل جرى المنطقة إليها؟ أين يمكن تحديد موقع هؤلاء في المعادلة الجديدة لقاعدة الاشتباك التي أرستها دمشق؟ إلى أين ستودي قلة الحيلة العربية هذه بالعالم العربي والإسلامي ككل؟ في سياسة النعامة التي يعتمدها العرب تبدو كل هذه الأسئلة خارج النص